هناك أيضاً من الموضوعات المهمة والحرب ضد الإرهاب والإسلام السياسي ونحن نحتاج في النمسا خبرات مصر في هذا الصدر حيث عانت مصر من إحدى الضربات الهجمات الإرهابية أيضاً مؤخراً والتعاون مع مصر مهم وأن نفعل جميعاً ما بوسعنا لما فيه الخير لشعبينا في انتبادل المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية في الوقت المناسب أيضاً تناولت محادثتنا أيضاً الهجرة غير الشرعية دعوني هنا أؤكد أنني أحترم كثيراً كل ما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من ثمانية ملايين لاجئ في مصر فهذا إسهام كبير للغاية يشكل يهدف إلى الأمن القارة الإفريقية ويمثل عبء أيضاً على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة تهريب البشر وفي هذا الصدر سيكون هناك مزيد من التعاون بين أجهزتنا وبين بلدينا هذا موضوع مهم للغاية ومهم لأوروبا أيضاً أن ننصق مسألة طلبات اللجوء والهجرة وأن نفرق أيضاً فالطلب اللجوء هو طلب وحق أيضاً مكفول بتصور أما الهجرة فهي مسألة تتعلق في مستقبل أوروبا إذا تحدثنا حول هذا الأمر وأن تكون هناك هجرة منظمة وأن يكون هناك منظرات شرعية أيضاً في سوق العمل الأوروبية كأيدي عاملة واستقبالها في أوروبا